بأن خيار الأمنة الآن بات وحيداً هو الخيار الوحيد أمام علي عبدالله صالح نعم الرئيس علي عبدالله صالح يحاول أن يجر البلاد إلى حرب أهلية أو إلى مشكلات أمنية أو إلى صدام بين المتظاهرين السوريين وبين أنصاره والمؤكد أنه ما جرى بالأمس كان شيئاً رهيباً جداً لأنه مجلس الوزراء يقع بالقرب من ساحة التغيير وكان الشباب يتظاهرون بشكل طبيعي جداً وزحفوا بشكل طبيعي إلى أحد هذه المؤسسات الشرعية والدستورية كما حصل في مصر وتونس من قبل ولكنهم وجهوا بأعلى درجات العنف وقناصة من فوق المنازل ما يؤكد أن الرئيس دبر كل شيء لكي يقود البلاد في اتجاه حمام دم ولكن هو يقول هذا الأمر دكتور عادل من أجل حماية المؤسسات من التخريب المؤسسات الحكومية ممن يأتون للتخريب هو يقول ذلك الأمر ممتاز هو بكرة في جمعة المتظاهرون السوريون أسموها جمعة الحسم والمؤيدون للرئيس أسموها جمعة الوحدة أنا أريد أن أسأل سؤالاً في 1990 تسلم الرئيس في 22 مايو 1990 تسلم الرئيس على عبدالله صالح دولة مترامية الأطراف دولة موحدة دولة قوية وممانعة بعد 21 سنة تعال ننظر إلى النتيجة دولة ممزقة أحراق جنوبي في الجنوب ملتهب ست حروب في صعدة فقر وجوع ومرض انتشار للفساد تهريب للأموال وضع متردي جداً هذه هي النتيجة 21 سنة ورغم ذلك يسميها جمعة الوحدة هذه جمعة الانقسام وجمعة التفتيت الذي كان نتيجة طبعية لسياسات هذا النظام ولكن هو علي عبدالله صالح من نجح يعني في النهاية في بداية التسعينيات في توحيد اليمن دكتور عادل ولكن قبل أن نلقطع الاتصال بالنائب أحمد سيف وهو رئيس التحالف المدني للثورة الشعبية في صنعاه بداية أهلاً بك أستاذ أحمد وشكراً جزيلاً شكر لك على انضمامك لنا في السوديو الثامنة هذه الليلة اليوم يعني ارتفع عدد من قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المواجهات التي دارت في صنعاء ما يرفع عدد القتلى إلى 16 قتيلاً خلال 24 ساعة كما أفادت بعض المصادر الطبية ولكن هل من الممكن أن نفهم الآن أستاذ سيف بأن الخيار الأمني هو الذي بات وحيداً لعلي عبدالله صالح الآن في مواجهة من يحتجون ويطالبون بإسقاطه؟ هو الآن أستخدم كثير من الوسائل ولكن الوسائل التي أستخدمها يعني أستنفذ كل الوسائل أستنفذ كل الأوراق هو يحاول الآن يستخدم حصغة يعني يد من حديث بحيث أنه يحافظ على سلطته وعلى استمرار بقاءة في الحكم وهذه هي تقريباً محاولة الرمق الأخير يعني هو يشعر بأنه الآن تزداد الكظاهرات والغضب الشعبي يعمل اليمن كلها وهو يحاول بهذه القضة الحديدية أن يسكت الشعب اليمني ولكن بالعكس ويستثير حتى بعض بقايا الفئات التي كانت على الحيادة والتي كانت ثامثة وأعتقد الجرائم التي أرتكبها في الأمس وأرتكبها في المنزلات الماضية هي جرائم روحة وحقيقة هنا ضبب الشعبي كبير جدا ماذا عن معنويات الثوار إذن أستاذ سيف هل من الممكن أن تصف لنا معنويات الثوار الآن بعد طريقة التعامل معهم يوم البارحة كيف بدت المعنويات هل تزدادون إصراراً على طلباتكم هل خفتم وتراجعتم قليلاً أم ماذا نريد أن نفهم منك أستاذ أحمد بشاعة الجريمة هي بالتأكيد تعطي أن الثوار سيستمروا والثوار أيضاً سيكون معنويتهم أقوى من أي وقت مضاء وخصوصاً ويريدون يستحسن الخطاب بسرعة لرد الفعل وحاطة أننا نحاول أن الإنسان يكون رد الفعل تأخذ قليلاً من الوقت وتماهل للقيام برد الفعل تتجاه نحو الحسن وأعتقد أن معنوية الناس هنا مرتفعة تثير جداً وليس هناك رابع عن الحسن ولكن هناك أيضاً والأهم هو فيه جير كبير نحو السعودية الذي يشعر أنها لعبة دور كبير في محاولة الإجهاز على هذه الثورة وعملية تأخيرها وعملية إجهاضها ولذلك بقدر ما يكون هناك معنوية بالاستمرار هناك أيضاً ضرب شعب آرم غد مبادرة الخليج وغدد الخليج وعلى رأسها المنبكة العربية السعودية إذا ما تصلنا خطر منها نعم، إذن ما هي التحركات غداً بالنسبة لكم والتكتيكات بالنسبة لمن هم يثورون الآن في جمعة الحسم يوم غد كيف ستكون التحركات هل سنجد زحف على القصر الرئاسي أم أن لكم تكتيكاً آخر مخالف لذلك الأمر بما أنه تم التعامل معكم بالقوة خلال هذين اليومين هناك بالتأكيد توجد أن هو الحسم والتصريد الكبير وهناك برنامج للتصريد ولكن لا يعلن عنه على اعتبار أن هناك سرية وخصوصاً عندما يتم الإعلان عن بعض مثل الإعلان عن موضوع التوجه إلى مجلس الوزراء كان هناك مستعدين في القناصة ومستعدين فيه فلذلك الآن الشباب مفضلوا عمليات المباغثة وربما تكون غداً أو بعد غداً أو في الأسبوع هذا يعني بمعنى أنه هناك إلى خطط تحضر قدر مسرية حتى لا يعني تكون الخسائر أكثر لأنه الرئيس علي عبد الله صالح لا يتورع أن يستخدم كل الوسائل في عملية الحق أكبر أدى وأكبر ضحايا ممكن في الشباب نعم وردت أنباء الآن أستاذ أحمد بأن المعارضة تطلب التدخل الخارجي لحماية الثوار في اليمن ما هو تعليقكم أنتم على كلام المعارضة الآن هل توافقون على هكذا أمر ما هو ردكم بالتحديد على طلب المعارضة للتدخل الخارجي من قبل الغرب في اليمن في ظل هذه الأزمة هو إذا كانت هناك ضغوط باتجاه يعني على صالح على اعتبار أن هناك يدعم صالح معنويا مثل السعودية يعني هناك أيضا نوع من التواطئ نوع من محاولة يعني عدم المبالاة فلذلك الخطاب الخارج يفترض أن نتوجه بهذا الحدود يعني في تضايا متعلقة بالحقوق يعني وانتهاك الحقوق وليس عملية تدخل عسكري أو نحو يعني نعم فأعتقد أنه يعني لن طالب إلا بهذا الحدود يعني لا يعني بحدود أكبر نعم تمام أنت الآن تقول أستاذ أحمد يعني السعودية تدعم صالح معنويا السعودية كانت تريد حل للأزمة كيف تدعم السعودية صالح معنويا نريد أن نفهم منك أكثر يعني هناك المواضح أن السعودية هي حاولت تكتب الوقت وبحث نعيد ترتيب أوراقها وبحث نعيد تجهيد هو كان في فترة مفترات في المبادرة الأولى كان يطالب بساعات والتنحي ولكن كانت مبادرة ثانية ومبادرة ثالثة ومبادرة الرابعة أربع والناس تتركبوا السعودية هي تحاول فقط وتأكد أن السعودية من خلال هذه المحاولات هي محاولة إنقاذ النظام اليمني حتى لا تنتشر يعني هذه الثورة أو تصل يعني تأثيرها إلى المملكة السعودية نعم هناك من يقول أستاذ أحمد بأنكم من تقومون بتعطيل حل الأزمة في اليمن برفضكم لذهاب علي عبدالله صالح وعدم مقاضاته قضائيا على حسب وكما ورد في المبادرة الخليجية يعني لحقن ذماء اليمنيين ألا يتطلب هذا تنازلا منكم هذه جرائم لا تسقط بالتفجاز هذه جرائم دماء هذه جرائم كبيرة هذه مذابع هذه مجازر هذه أمر يعني لا يمكن تتغفل هذه حق يعني ليس يعني من حق قيادة الثورة أو قيادة أو من يعني هذه حقوق تترفض للناس يعني لأضحاب الدماء لبويهم للثورة بشكل عام لا يمكن التهاول على هذه الجرائم فهو سيرتكب مزيد من الجرائم و يعني لكن لا يعني إذا كانت إمريسا ورفضت يعني أن تعطي الضمانات وإذا بريطانيا رفضت تعطي الضمانات وقالت أن القوانين لا تتقدم مثل هذه في وقت الدول الخليج هي الآن عندما تتكلم عن الضمانات هو يستمر القتل ويوغل أيضا في القتل وهذا القتل خلال الفترة الماضية كلها يبدو أن المبادرة السعودية هي كانت يعني لها المبادرة الخليجية وبدرجة السعودية هي التي كان لها وقت على الرئيس بحيث أنه يستمر في عملية القتل اليومي نعم أناب أحمد سيف رئيس التحالف المدني للثورة الشعبية في صنعاء شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة أنتقل هذه المرة إلى دكتور عادل الججري وأسف على الإطالة عليك دكتور عادل أنت استمعت لما قاله الآن أستاذ سيف وقال بأن هناك سيكون يعني هو يريد أن يخفي التكتيكات التي يقوم بها الثوار في الأيام القادمة ونحن لا نعرف ما هي التكتيك الذي سيقوم به أو ما هو التكتيك الذي سيقوم به الثوار خصوصا في جمعة الحسم ولما سميت بجمعة الحسم هل سنشهد الآن أو يوم غد الزعف على القصر الرئاسي أم أن الثوار سيترجعون عن هذه الخطوة خصوصا في ظل إراقة الدماء في اليمن في هذين اليومين الأخيرين يعني كما قال الأستاذ شائف وأخرين أنا كان عندي اتصال اليوم مع بعض قادة الثورة وأكدوا لي بالفعل أن هم بيخفون التكتيكات الخاصة بالتحركات لأنه في كل مرة تحركون فيها يجدون قوات الأمن تنتظرهم بناء على معلومات حول أسليب التحرك ما ينتظر غدا هو أولا مزيد من التظاهرات لأن فيه كتل جماهيرية جديدة دخلت إلى قلب التظاهرات ما هي الكتل هذه؟ كتل كانت ما يمكن تسميها كتل الصنطة بعض القبائل بدأت تدخل إلى التظاهرات بعض القوى الاجتماعية بعض الحرفيين والتجار دخلهم على خريطة التظاهرات المنددة بالرئيس نمرة ثلاثة فيه بعض المعلومات حول تصدع في جبهة الرئيس بعض القلق بين الأسرة الحاكمة نفسها بعضهم يرى أن الفرصة سانيحة لقبول المبادرة الخليجية والخروج من أتون هذه المشكلة تماما والبعض الآخر يرى أنه لا من بالضرورة التمسك بما يسمى بالشريعات الدستورية وإنهاء المدة كاملة للرئيس وأن الخروج في هذه التوقيتات سيؤدي إلى محاكمات على جرار ما جرى لمبارك وبن علي وبالتالي فيه صداع أو صراع داخل الأسرة الحاكمة هذا الصراع سيكون له انعكاسات على الأرض خاصة أن الرئيس حاول الآن أنه يسلح أعضاء المؤتمر الشعب العام وقد تصربت وثيقة هل هناك أثبتات على ذلك الرئيس؟ نعم اليوم سمعت من بعض قادة المعارضة لا توجد لدي طبعا وصائق لكن سمعت من بعض قادة المعارضة أنه يوم أربعة خمسة يعني هذا الشرار تم توزيع ربعمائة ألف قطعة سلاح على بعض أعضاء المؤتمر الشعب العام بهدف الدخول في صدامات أو الاستعداد للدخول في مصدامات مع المتظارين دعني أتسأل يعني دكتور عادل يعني كل يوم يسقط قتل في التظاهرات الاعتصامات انشقاقات داخل الحزب الحاكم وأيضا الجيش يعني على ماذا يعاون الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ما هي الأوراق التي يمكن أن يناور بها الآن؟ هو فيه ورقة أساسية هي ورقة الوقت هو يريد أن يفكك هذه الكتلة الجمهيرية عدوا إلى مصالحهم بعض أصحاب المحلات التجارية اللي حاولين جامعة ترجمة نانسي قنقر